حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجهلية فأعضه ولم يكنه فنظر القوم إليه فقال للقوم أني قد أرى الذي في أنفسكم أني لم أستطع إلا أن أقول هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يعتز بعزاء الجهلية فأعضوه ولا تكنوا حسن يحيى بن سعيد حدثنا عوف عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال رأيت رجلا تعزى عند أبي بعزاء الجهلية افتخر بأبيه فأعضه بأبيه ولم يكنه ثم قال لهم أما أني قد أرى الذي في أنفسكم أني لا أستطيع إلا ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجهلية فأعضوه ولا تكنوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عوف عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عتي أن رجلا تعزى بعزاء الجهلية فذكر الحديث قال أبي أبي كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجهلية فأعضوه بأني أبيه ولا تكنوا حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر تحدثنا يزيد بن زري عن حدثنا يونس عن الحسن عن عتي قال قال أبي كنا نؤمر إذا أعتزى رجل فذكر مثله حدثنا عبد الله حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوه أو قال فاحذروه حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملاحه فانظروا إلى ما يصير حثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتي قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب فقال إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه أي بنية إني أشتهي من ثمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنونته ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تذهبون قالوا أبون مريض فاشتهى من ثمار الجنة قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاء أوفو لما رأتهم حواء وعرفتهم فلاذت بآدم فقال إليك إليك عني فإني فإني إنما أوتيت من قبلك خلي بيني وبين ملائكة ربي طبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبنة ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه الترابة ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم